شيخ صالح تطرح في مثل هذه الدروس المفيدة بعض التساؤلات من السادة المستمعين وهو قضية حل السحر بالسحر ما العلاج وكيف نجيب عليهم في ذلك وما هو الواجب عليهم ذكرنا هذا وكررناه أنه لا يعالج بالسحر وإنما يعالج بالأدوية المباحة التي يعرفها أهل الخير جربوها ويعالج بالأذكار والصباحية والمسائية والمحافظة على الصلوات إذا صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي الصلاة حصن حصين بمن حافظ عليها مع الجماعة في الصباح والمساء وسائر أوقات الصلاة فإن الله يحصنه بالصلاة قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة فالاستعانة بالصلاة واللجوء إلى الله فيها كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شغله أمر لجأ إلى الصلاة فيستريح من الهموم وتحل المشاكل إذا دخل في الصلاة وناجى ربه فهذا هو المشروع للعبد أن يلجأ إلى الله أن يحافظ على الفرائض في الصباح والمساء وأوقات الصلاة وأديها مع الجماعة فيها منافع عظيمة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فالصلاة والمحافظة عليها قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال في ختامها والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وفي الآية الأخرى أولئك هم المفلحون فالصلاة فيها سر عظيم أن يلجأ العبد إلى ربه فإذا حافظ على صلاته في أوقاتها ومع الجماعة حاغظه الله سبحانه وتعالى وابتعد عنه الشياطين وإذا ضيع الصلاة صار عرضة للآفات والنوازل ويتخلى الله جل وعلا عنه لأنه ضيع فرائض الله وليعه الله نعم اشتركوا في القناة